تتواصل الترتيبات المتصلة بوقف اطلاق النار في اليمن يوم العاشر من ابريل الجاري والذي سيسبق جولة اخرى من مفاوضات الحل السياسي التي ستستضيفها الكويت يوم الثامن عشر من الشهر الجاري سبق ذلك مجموعة من الخطوات الاجرائية تمثلت في الاعلان عن بدء تدريب فرق مشتركة لمراقبة اطلاق النار ورؤية الحكومة اليمنية لموضوع المباحثات التي كانت احد نقاط البحث بين ولد الشيخ احمد ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني التي شددت على ان دعم اوروبا لعملية السلام سيتخطى القول الى الفعل من خلال ايفاد خبراء عسكريين الى اليمن للعمل مع اللجان التي ستشكلها الاطراف اليمنية تحت اشراف الامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار خمس نقاط اساسية قال المبعوث الدولي الى اليمن ان المحادثات ستركز عليها وهي سحب الميليشيات والمجموعات المسلحة وتسليم السلاح الثقيل للدولة واجراء ترتيبات امنية انتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة وبدء الحوار السياسي الشامل وتشكيل لجنة للمعتقلين والسجناء المباحثات اليمنية المرتقبة في الكويت سبقتها في الرياض مباحثات مع وفد يمثل الحوثيين هدفها بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ايجاد مخرج سياسي للازمة اليمنية